مجازر الأرمن بين حوامي التاريخ وأبعاد السياسة الرابع والعشرون من أبريل من كل عام يمثل محطة توتر جديدة بين الأرمن والأتراك على خلفية المجازر التي ارتكبت بحق الأرمن في عهد الدولة العثمانية في هذا العام أي في الدكرة المئوية للمجازر دخلت القضية منعطفا جديدا خاصة بعد أن قامت أرمينيا بحملة دبلوماسية وسياسية كبيرة شملت تنظيم سيسلة فعاليات كبيرة لكن ما يؤرق تركيا ليس هذه الفعاليات بل المواقف الدولية وتحديدا الغربية منها التي تتجه إلى توصيف ما جرى بالإبادة وما يترتب على ذلك من مسؤولية أخلاقية وقانونية وسياسية يرى الأرمن أن ما جرى ضدهم كانت إبادة منظمة بعد أن اتهمتهم الدولة العثمانية بالخيانة والعمل لصالح الإمبراطورية الروسية التي كانت في حرب مع الدولة العثمانية لسنوات طويلة في حين ترى تركيا أن ما جرى لم يكن إبادة بل أعمال قتل وقعت بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى وانقلاب الأرمن على الدولة وأن الضحايا لم يكن من الأرمن فقط بل من الأتراك والأكراد أيضا يقول الأرمن أن عدد ضحاياهم بلغ مليون ونصف مليون أرميني وأن هؤلاء قتلوا من خلال أعمال حربية منظمة عبر حملات اعتقال وتجميع وتصفية جسدية فضلا عن هلاك كثيرين في المنافع بسبب الجوع بالأمراض لكن تركيا تقول أن عدد الضحايا كان قرابة 300 ألف فقط ومثلهم من الأتراك وإن حملات الترحيل التي جرت إلى الصحراء السورية وتحديدا محافظة دير الزور لم تكن بهدف القتل بل كانت لحماية الأرمن بعد أن شاع جو من عداء لهم في الدولة العثمانية بسبب خيانتهم وعمالتهم للروس في حين تقدر تقارير المراكز والهيئات الدولية المعنية عدد الضحايا بنحو مليون أرميني طبعا للعقود الماضية سعى الأرمن في الداخل والخارج إلى الإبقاء على قضية المجازر حية من خلال تنظيم فعاليات سنوية والتحرك في المحافظة الدولية ولا سيما البرلمانات لإقرار الإبادة واستند الأرمن في تحركهم هذا إلى قانون منع الإبادة الجماعية الذي أقرته الأمم المتحدة سنة 1951 ووضعته تحت بند القانون الدولي وكثيرا ما يقارن الأرمن بين ما جرى لهم والمجازر التي ارتكبت في رواندا وكمبوديا وليبيريا ويغوزلابيا واللافت هنا أن الأرمن لا يطالبون فقط بالإقرار بفعل جريمة الإبادة بل بحقوق تاريخية داخل تركيا على اعتبار أنهم يرون أن لهم أراضي داخل الأراضي التركية تسمى بأرمينيا الغربية حيث جبل أرارات الذي يعد رمزا للأرمن في المقابل ترى تركيا أن هناك تضخيما مقصودا من قبل الأرمن لكل ما جرى وأن الأهداف السياسية تقف وراء الحملة المتواصلة وقد أبدت استعدادها في أكثر من مناسبة ولا سيما في عهد رجب طيب أردوغان لتشكيل اللجة من المؤرخين لدراسة القضية في ظروفها التاريخية وإقرار النتيجة في ضوء ما سيتم التوصل إليه من حقائق وقد كان أردوغان قد طلب هذا الأمر رسميا من الرئيس الأرميني السابق روبرد كوتشاريان سنة 2005 مبديا استعداد أنقار لفتح أرشيف الدولة العثمانية لهذه الغاية تناقض روايات الجانبين بشأن ما جرى حاله حتى الآن دون تطبيع العلاقات بين البلدين رغم توصلهما إلى اتفاق يسمى باتفاق زيوريخ سنة 2009 الذي شكل في نظر كثيرين فرصة تاريخية لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة خاصة أن أردوغان قدم ما يشبه الاعتذار عن أعمال القتل التي وقعت ولعل تعثر جهود المصالحة يكشف عن أبعاد سياسية تتجاوز قضية الاعتراف بالمجازر التي ارتكبت إلى القضايا السياسية الخلافية ولسيما قضية الصراع بين أرمينيا وأذربيجان الحليفة التاريخية لتركيا فضلا عن رفض تركيا لأي مطلب أرميني بشأن ما تعتبره أرمينيا حقوقا تاريخية في أرمينيا الغربية داخل أراضي الجمهورية التركية قنبلة البابا هو الموقف الغربي ربما لم تكن أنقرة تتوقع وصف البابا فرانسيس أحداث 1915 بأنها إبادة عندما قال إنما جرى كان أولى مجازر الإبادة الجماعية في القرن العشرين وعليه كان تصريحه أشبه بقنبلة صوتية قوبلت برد تركي قوي إذ استدعت أنقرة السفير البابا وي لديها وأطلقت موجة انتقادات شديدة للبابا محدرة إياه من تكرار هذه التصريحات ومتحدثة عن تناقض تصريحه مع مضمون خطابه بشأن التسامح خلال زيارته لتركيا والواقع أن خطاب تركيا كان موجها بالدرجة الأولى لما يمكن أن يكون عليه موقف الدول الغربية في الذكرى السنوية للمجازر وتحديدا لما سيقوله الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الرابع والعشرين من ذلك الشهر وكذلك إلى القرار الذي سيصدر عن البرلمان الأوروبي الذي سيصوت على قضية إقرار الإبادة فقد بدأت تركيا تحس بوطأة مسلسل اعتراف العديد من الدول بالإبادة حيث بلغتها عدد هذه الدول التي اعترفت بهذا الوصف واحد وعشرون دولة وهي تحس في العمق بأن مسلسل الاعتراف هذا يشكل نجاحا للوبيات الأرمينية في الخارج ولسيما في الولايات المتحدة وفي الجوهر ترى أن مسلسل الاعتراف يأتي على حساب رؤيتها لطبيعة الإحداث التي وقعت بغية دفعها إلى الاعتراف بارتكاب جريمة إبادة لن ترتكبها خاصة أن تركيا أقرت القانون 301 الذي يجرم الاعتراف بالمجازر التي ارتكبت في الدولة العثمانية وفي الأساس ثم تجتهاد في الأوساط التركية يرى أنه لا يمكن تحميل تركيا ولا الدولة العثمانية مسؤولية ما جرى فتركيا الحالية ليست الدولة العثمانية وعندما ارتكبت المجازر كانت الدولة العثمانية منهارة وكان الاتحاديون الأتراك هم الذين يحكمون البلاد وفي ظروف حرب ودون شك فإن تصاعد موجة الاعتراف الدولي بمجازر الأرمن عزز من شكوك تركيا إزاء استراتيجية الغرب نحوها وفي العمق فإن تركيا ترى أن الغرب لم يطوي بعد صفحة الصراع مع الدولة العثمانية تاريخيا وجغرافيا ومجتمعيا وإن ثمة مخططات تعد في السر وقد تظهر في الوقت المناسب لتستهدف كل ما سبق احتفالا في الذكرى المئوية بالتزامن مع إحياء أرمينيا الذكرى المئوية للمجازر في الرابع والعشرين من أبريل ستحتفل تركيا في نفس اليوم بالذكرى المئوية لمعركة غاليبولي معركة شنق قلعة التي ألحقت فيها القوات العثمانية هزيمة كثيرة بالقوات البريطانية والفرنسية والأسترالية والنيوزيلاندية وتقول الوثائق أن 55 ألف جندي من هذه الدول قتلوا في هذه المعركة وهذه هي المرة الأولى التي تنظم تركيا فيها الاحتفال بهذا اليوم بعد أن كانت تنظمه في الثامن عشر من مارس واللافت في احتفال هذا العام هو توجيه الرئيس أردوغان دعوات المشاركة إلى قادة 102 دولة بما في ذلك الرئيس الأرميني سيرج سيركيسياس والرئيس الأمريكي باراك أوباما الرئيس الأرميني لم يكتفي بإعلان رفض الحضور بل وجه رسالة إلى أردوغان كانت أشبه باشتباك سياسي ودبلوماسي قال فيها فخامت الرئيس قبل أشهر دعوتك لزيارة ييريفان في الرابع العشرين من أبريل لنحضر معا إحياء ذكرى الضحايا الأبرياء الذين سقطوا في عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الأرمين وليس من عاداتنا زيارة ضيف لم نتلقى منه ردا على دعوة وجهناها له إذا كان الأمر بالنسبة للأرمين قضية وطنية وسياسية ومقدسة فإن القضية بالنسبة لتركيا مختلفة إنها قضية لها علاقة ليس بتاريخها فحسب بل بمستقبل أراضيها نظرا لأنها ترى أن تدعيات الإقرار والإدانة لن تقف عند حدود الاعتراف بمجازر الأرمن بل بما جرى أيضا للأشهريين والسيريان والكلدان واليونانين بل وربما فتح الباب أمام مطالبات تاريخية بأراضي وأماكن ورموز دينية بما يمس وحدتها وسيادتها وهو ما لم ولن تقبل به مهما كلفها الأمر خاصة أنها ترى أن قوة موقعها الجيوسياسي في الاستراتيجيات والمصالح الدولية كفيلة بإبقاء القضية على هذا النحو ولو لقرن آخر